لأن رومان أبراموفيتش مالك النادي يقرر رسمياً بيع نادي تشيلسي وتخلي عنه بعد سنوات طويلة قضاها على رأس هذا النادي أعطينا من فضلك يا حمزة تصريح رومان أبراموفيتش مثل ما تشاهدون قال نادي تشيلسي ومشجعيه سيكونون دائماً في قلبي شكراً لكم أمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريج للمرة الأخيرة لأقول وداعاً لكم جميعاً لقد كان شيئاً مميزاً في حياتي أن أكون جزءاً من نادي تشيلسي وأنا فخور بكل إنجازاتنا المشتركة أعطينا أيضاً صورة لأبرز الألقاب التي حققها أبراموفيتش منذ رئاسته لنادي تشيلسي أمين أبراموفيتش 19 عاماً كاملاً منذ 2003 وهو يرأى السمنادي أحدث نقلة نوعية فريدة من نوعها في تاريخ النادي الإنجليزي تقريباً تاريخه الأكبر حققه مع هذا الرئيس في العهدة أو في السنوات أو في القرن الذي سبق قدوم رومان أبراموفيتش رئيساً للنادي 13 لقب فقط دوري إنجليزي مرة واحدة كأس الاتحاد ثلاث مرات كأس الرابط مرتين السوفر الأوروبي مرة واحدة كأس الكؤوس مرتين الدرع الخيرية مرتين ودوري الدرجة الثانية مرتين بعدها منذ عام 2003 إلى غاية العام الحالي 21 لقب يعني بفارق سبع ألقاب كاملة عن القرن الماضي خمسة دوري إنجليزي خمسة دوري إنجليزي عودر دلنا الصورة فقط حمزة خمسة ألقاب دوري إنجليزي كأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات أيضاً كأس الرابط ثلاث مرات دوري أبطال أوروبا مرتين وهو اللقب الذي استعصى على الفريق قبل عهدة رومان أبراموفيتش ولم يكن حتى يحلم بتحقيقه أو المنافسة عليه السوفر الأوروبي مرة واحدة دوري أوروبي مرتين الدرع الخيرية مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة مؤخراً هناك فيديو طريف لشبيه طوماس توخيل مجرب نادي تشيلسي يبدو أن أحداً ما استفزه بهذا الشبه فطرده بعصى لماذا؟ يتشباله صحي يتشبال توخيل طوماس توخيل صراح أمس وقال لا يمكنني أن أتخيل نادي تشيلسي بدون أبراموفيتش صعب جداً يعني هو اللي يتكلم معاه هو اللي تقريباً سنواته ومع بعض لذلك نظر بلي صعيب لجور لوندومي رئيس الفريق يروح بدون أي سابق انذار لذلك صعيب شوية الفرق هذا من ناحية الإدارية من ناحية الشاركة اللي بينهم من ناحية صداقهم نظر بعض الصحف البريطانيات كلمت على لوشيفر يعني لوشيفر اللي يحب يشري فريق نادي تشيلسي اللي هو أربع ملاير ليفر ستيرلينك نظر هذا قيمة كبيرة قيمة كبيرة لفريق كيمة تشيلسي لرومان أبراموفيش منذ حقبتي هذه الآخرة طلع له القيمة التاعو لأنه هو عندما جاء في 2003 مشراش بعد المبلغ تراه 140 مليون فقط يعني 140 مليون جونيس ترميني ركيوب أحمد 140 مليون إلى 4 140 مليون وانتقدش تشري بهم لعب كبير يعني مثلاً هو اشترى نادي تشيلسي كله ب140 لكن نادي تشيلسي في تلك الفترة لا يمكن أبداً مقارنته بنادي تشيلسي حالياً كان مجرد نادي في إنجلترا الآن أصبح كيان عظيم في كرة القدم العالمية وليس في إنجلترا فقط كانت هناك العديد من التقارير تتحدث عن رغبة كونور ماغريغور المصارع الآيرلندي المعروف في فنون الكتالية المختلطة في شراء هذا النادي ولكن من المستحيلات السبع أتكلم عن ثروته بمفرده من المستحيلات السبع أن يستطيع شراء هذا النادي هو ثروته كلها لا تتجاوز 500 مليون جنيه سترليني فأن له أن يشتري نادياً بأربعة ملاير جنيه سترليني ربما الأقرب لشراء هذا النادي حسب ما تتحدث عنه الصحافة المريطانية هو رجل أعمال سويسري ورجل أعمال أمريكي يعني رح يديروا شاراكة حتى هم من يقدروا شراء النادي يعني استثمار ضخم جداً أحي يديروا شاراكة من أجل شراء نادي تيلسي التقارير الإنجليزية تتحدث عن حسم الصفقة نهائياً يوم الاثنين المقبل بعدها السؤال الذي يطرح نفسه ما هو المستقبل الذي ينتظر نادي تيلسي في حال مثلاً إذا كان المستثمرون بعقلية مستثمرين نادي أرسومان لا يقومون بصفقات كبيرة يشترون اللاعبين الصغار يسقلون موهبتهم يجعلون منهم أسماء معروفة ثم يعيدون بيعهم بمبالغ كبيرة في هذه الحالة جراهر تيلسي ستكون هي الخاصة